موسيقى العتماني يقصف رئيس الحكومة والاحتلال الإسرائيلي من منصة البي جي دي بالأسلحة الثقيلة سعدين العتماني رئيس الحكومة الذي صافح بيديه المرتعشتين آياد أعضاء الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوفد كوشنير هو نفسه سعدين العتماني الذي ألقى التقرير السياسي في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه المنظم يومي 23 و24 يناير 2021 بالمقر المركزي للحزب الريباط لكن هذه المرة بقبعة الأمين العام لحزب البي جي دي وبيدين تلوح وتهدد العدوان الصهيوني وهو ما يجعل العتماني في حالة تناف ووضع شاذ يشعر فيه من شهد العتماني منكس الرأس ومنحني الهام أثناء توقيعه على اتفاقات الصداقة والتعاون مع ممثلي دولة إسرائيل أمام أعضاء المجلس الوطني للبي جي دي هاجم سعدين العتماني رئيس الحكومة مندداً الاحتلال الإسرائيلي ما يكل بهيبة رئاسة الحكومة وتناقضها مع نفسها ومرض انفصام الشخصية الذي يعيشه صاحب الوجهين وجه أليف في الحكومة ووجه شرس في حزب البي جي دي اختيار سواء بن كيران أو العتماني القبض على جمرتي رئاسة الحكومة والأمان العام للحزب هو ما يتل السخرية وتمسك دعيم البي جي دي بالكارسي حتى ولو كان كرسياً في مرحال